مساء الخير مشاهدينا مواقع التواصل الاجتماعي تجمع كثير من الإيجابيات والسلبيات كثير من الأمور المشتركة بين الدول العربية جميعا من ناحية حسناتها ومن ناحية أيضا سلبياتها ومشاكلها لكن اسمحونا اليوم نتحدث عن موضوع هام جدا تحت ما يسمى أخلاقيات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بالتأكيد يا لانا حقيقة هذه القضية اليوم يمكن قضية مواقع التواصل الاجتماعي من خلال هذا المحور المهم اللي راح يكونون بضيوف من خلال تسليط الضوء على مناطق الخلل في مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامه حقيقة هي بها جانبيا الجانب الإيجابي والجانب السلبي لكن اليوم كان الدور الأبرز المفترض على العوائل العراقية أو العوائل العربية بصورة عامة بمتابعة أبناء من خلال التصفح في مواقع التواصل الاجتماعي حتى نحن الكبار نعاني اليوم من قضية حجب وإبعاد بعض صناع المحتوى السيء اللي يتواجدون عبر منصات التواصل الاجتماعي العربية واللي حقيقة اليوم أصبح يبحث عن التريند والشهرة وأيضا مشاهير وما يميز اليوم بين قضية الشهرة والشهيرة في قضية تصنيع المحتوى السيء فاليوم دور العائلة الأهم في قضية تربية وتوعية أبناها من خلال تمرير الرسال والمسجات المهمة وتوعية ذاكرتهم بأن نقولهم هذا المواقع المفروض ما تستخدموه وأيضا ليس كل محتوى هو صالح للاستخدام في منازلنا حتى في مقتضيات الحياة العامة لكن اليوم بعض الشباب يحتاجون التوجيه الأهم من خلال عوائلهم بين قلهم بين هاي مواقع التواصل الاجتماعي وقضية الشهرة كل إنسان يصل لمحتوى أو صناعة المحتوى اللي يوصل بتريند عالي ومتابعات ومشاهدات عالية راح يلقي هذا المحتوى بعد فترة قصيرة يختفي ويضمحها الحقيقة لكن المحتوى الجيد راح يبقى مؤثر على مدار السنوات والأعوام وكل هذا ما نحتاجه في بلداننا العربية ودائما نشدد على قضية الرقابة بوضع حدود وقوانين رادعة مهمة حتى مغرامات مالية كبيرة وأيضا تصل في بعض الأحيان إلى صناعة المحتوى اللي ترهيب وترويع الشعوب العربية من خلال تمرير رسالة ومسجات كانت سيئة بالنسبة لمجتمعاتهم وأيضا قضية تشويه ذائقة الشعوب العربية من خلال تصدير محتوى سيئة فكل هذه الأمور اليوم تشغل العوالي العربية في كل البلدان أيضا حتى العالم حقيقي لكن يمكن نجد في بلداننا العربية القوانين مو هي القوانين القوية اللي نحتاجها بحيث لا يستطيع صانع هذا المحتوى السيئ بأن يبتعد عن صناعة المحتوى الإساء إلى بلدانهم وأيضا مثل ما نعرف بأن اليوم مواقع التواصل الاجتماعي ممكن أي بلد يتابع الآخر فكل هذه الأمور تحتاج دراية أكثر ومتابعة أهم من قبل المؤسسات الحكومية المعنية بردع صناع المحتوى السيئة مظبوط يا لانا مظبوط يا أحمد زي ما قلتم بالزبط مشكلة الترند أنه كمان الناس اللي بتعمل ترند أحياناً بيبقى فيه موضوع يستاهل ليه فعلاً محتوى راقي محتوى بطل مثلاً رياضي حد أقدم حاجة رائعة للمجتمع لبلده للعالم تماماً يبقى ترند بس المشكلة الأكبر لما بيبقى المحتوى ضعيف جداً والشخص يعمل ترند هنا ما بيهموش يبقى سلبي ولا إيجابي لكن المهم عنده تبقى الشهرة ولا إيه يا سنين أكيد زملائي وبعد هذا الملخص عن حلقتنا لليوم منقدر نحكي أنه اليوم راح نتحدث عن منصات التواصل الاجتماعي وتأثير المحتوى ورسائل التي تبث من خلالها على عالمنا العربي وكيف نقدر نحمي أنفسنا نحمي عائلاتنا ونحمي شبابنا اليوم من كل ما يبث من محتويات وأن نفرق بين المحتوى الغس والمحتوى السامين عشان هيك خليكم معنا في هاي الحلقة من بيت للكل ومشورنا بيبلش من الأردن اسمحونا أن نرحب بالرائد محمود المغايرة وهو مدير وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام أهلا وسهلا فيك محمود بيك محمود بيك أنا حكيت في البداية بأنه في أشياء مشتركة بيننا كدول عربية كمجتمع عربي في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من ناحية الإيجابيات ومن ناحية السلبيات لكن من خلال المشاكل اللي عم توصل لعندكم نتيجة إما الجهل في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو خلينا نحكي التنمر كمان على مواقع التواصل الاجتماعي المشكلة لدينا وين في هذا الموضوع؟ وين أسبابها؟ هل هي متعلقة بالشخص نفسه؟ بتنشئته؟ بالرقابة الأسرية؟ ولا وين بالضبط؟ تمام ستة الكريمة مواقع التواصل الاجتماعي هي مواقع للتواصل الاجتماعي تسمح بالتواصل بين شخصين أو أكثر طبعا سهولة إنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي إذا تلاحظ أغلب مواقع التواصل الاجتماعي أو جميحة لا تطلب إرفاق هوية أو إرفاق إثبات شخصية يعني ممكن أن يسألك سؤال على إنشاء مواقع التواصل الاجتماعي أنت هل عمرك أكثر من 18 سنين تكبس نعم وتنشئ موقع التواصل الاجتماعي وتنشئ حساب على هذا الموقع التواصل الاجتماعي هي مواقع للتواصل والأسف ترتكب من خلالها جرائم إلكترونية مثل جرائم الذم القدح التشهير الابتزاز انتحال الشخصية أيضا التنمر الإلكتروني يدخل من ضمن هذه الجرائم المسؤولية تقع حقيقة على الأسرة بالدرجة الأولى كونها اللبنة الأساسية في المجتمع وهذه الجرائم يعني نحكي لما نحكي جرائم إلكترونية جرائم عابرة للحدود لا تختصر على إقليم الدولة فقط كون شبكة الإنترنت تغطي كافة العالم فتقى المسؤولية بالدرجة الأولى على الأسرة وبالذات الأطفال خلينا نحكي لأحداث الأقل من 18 سنة لابد من توعيتهم من مخاطر الجريم الإلكترونية لأنه منصادف حالات أنه مرتكب لجريم الإلكترونية هو ما يعرف أنه مرتكب لجريم الإلكترونية في مرحلة عمرية من الطفولة يعني نعم صحيح ممكن تكون تنمر إلكتروني ممكن تكون ذنب وقادح وغيرها على مواقع التواصل الاجتماعي ممكن تكون خطاب كراهية أحيانا يعني هو ما بقصد هذا الشيء لكن ممكن تكون خطاب كراهي من ناحية التعليقات على موقع التواصل الاجتماعي أو منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي فتقى المسؤولية الأهل بتوعية الأبناء من مخاطر الجريمة الإلكترونية الحمد لله وحدة مكافحة الجرام الإلكتروني يعني ملتزم برنامج توعوي على مدار العام في المدارس الابتدائية والثنوية حتى للتوعية من مخاطر الجريمة الإلكترونية أيضا ندعو إلى متابعة الأبناء في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لا نحكي مراقبة ولكن متابعة الأبناء بناء جسور من الثقة مع الأبناء في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي يعني الابن في هذه المرحلة إذا بيجي طلب غريب على الانترنت يعني تصدف قضايا أنه بيجي طلبات غريبة صور لي بطاقة الاعتمانية تاعت والدك خاصة للعاب الإلكترونية يقول للعاب الإلكترونية بالضبط أصبحت مثلها مثل مواقع التواصل الاجتماعي تسمح بتواصل المري والمسموع فممكن مثلا المحتال يلجأ إلى أنه أنا ممكن أطور لك اللعبة صور لي البطاقة الاعتمانية أعطيني الكود السريم مجرد ما أخذ معلومات البطاقة الاعتمانية يقوم بتعمل تحويلات مالية من حساب البنكي أيضا صور لي بيتك صور لي والديتك أهلك بالبيت فللأسف تستخدم هذه الصور في ارتكاب جرائم الابتزاز والتهديد فدائما نبني ثقة في حال تلقي الطفل طلب غريب من شخص أي شخص على موقع التواصل الاجتماعي مباشرة أبلاغ الأهل أنه تلقي الطلب واحد من ثلاث أربعة أيضا بسوى أنه الأهل يطلعوا على أصدقاء بتواصلوا مع الطفل مثلا يسألوا بابا مين هذا بتواصل معك منين هذا بتعرفه في هذه الحالة نحن نحمي أبناء هنا دائما من واعيهم من مخاطر الجريمة الإلكترونية ومخاطر سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي إذن محمود بك أفهم هناك دورين في ناحية التنشئة الأسرية والتربية الأبوية لوسائل التواصل الاجتماعي هناك دور الرقابي والدور التوجيهي يعني لدينا مشكلة أحيانا من خلال المشاكل التي توصلكم على سبيل المثال خلينا نحكي في مرحلة الطفولة حتى سن 18 سنة نتيجة جهل الأبناء لأنهم في مرحلة الطفولة وين المشكلة يعني؟ عندنا مشكلة داخل الأسرة أنه ما في توجيه وما في رقابة مظبوط هذا الحكومة أيضا نحن نحكي عن المدارس يعني لابد من وجود منهاج أو حصص في توعيم مخاطر الجريمة الإلكترونية أو الاستخدام السليم لمواقع التواصل الاجتماعي يعني برضو يقع هذا الحمل على التربية والتعليم أيضا ويقع على المدارس ويقع على الأسرة ويقع أيضا على المجتمع ككل في توعيم من مخاطر هذه الجريمة نعم أنا يمكن بدقيقة واحدة حبي محمود بيك ناخد من خلال تجربتك أكيد مر عليكم في الجرائم الإلكترونية الكثير من القضايا اللي صرتوا تعرفوا أسبابها لكن حبي نصيحة نوجهها الآن أنا ما بدي أحكي بس للأسرة لكل مؤسسات التنشئة الاجتماعية يعني أنا بحكي الأسرة المدرسة مرحلة الجامعة كمان يعني دور العبادة مسؤولة عن هذا الموضوع في التوجيه فحبي من خلالك ناخد نصيحة لللي عم بيسمعونا وبشاهدونا الآن نعم نستي إحنا كوحدة مكافحة الجرام الإلكترونية بندعو أنه لا ترتكب جريمة إلكترونية وأنت ما بتعرف أنك مرتكب جريمة إلكترونية وبالذات توفر الوقاية حتى لا تكون ضحية لجريمة إلكترونية كثير بسموه عالم إفتراضي أنا بسميه واقع إفتراضي هو في الحقيقة واقع يحكس واقعك الآن الجهاز الخلوي أو موقع التواصل الاجتماعي يتم عليه دراسات بعرف شخصيتك بعرف توجهك بعرف كل شيء عن حياتك من خلال هذا الجهاز الخلوي أسرارك كاملة محفوظة على جهاز هذا الخلوي فلابد باللتزام بأخلاقنا في الواقع العملي نلتزم فيها في هذا العالم الإفتراضي بالدرجة الأولى وبالدرجة الثانية تأمين حساباتنا عدم التواصل مع الغرباء عدم الانجرار وراء الروابط الوهمية خلينا نحكي اللي هي تدعو إلى الربح أو تدعو إلى إرسال المعلومات خاصة وبالتالي يقع عليهم جرائم احتيال مالي إلكتروني هذه بشكل عام نصائح ندعو من خلالها لتجنب الضقوق كضحية لجريمة إلكترونية إن شاء الله كل شكر لحضرتك الرائد محمود المغايرة وحضرتك مدير لوحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام الله يعطيكم العافية شكرا كل شكرا خلونا في مزيد يعني نغوز في عالم السوشيال ميديا لأنه عالم السوشيال ميديا مش بس الترند لا فيه الموضوعات المحتوى الاختراقات نقدر نقول الأبس الأبليكيشنز الكتيرة اللي بندخل عليها طول النهار واللي ممكن تنقل لك حاجات كتير وتعمل لك أذى كبير جدا هو عالم الحقيقة كبير وعالم بيتغير مش كل يوم ده بيتغير أحيانا كل ساعة خلينا نعيش ونغوز في هذا العالم مع أحد من الأسدزة المتخصصين وهو خبير أمن وتقلوجيا المعلومات مهندس أحمد طارق مساء الخير يا باش مهندس مساء النور إزاي حضرتك ليه الشرف والله منورنا الله يخليك تسلامي من غير بقى ما يعني ندخل في كل المعلومات أنا أول سؤال حاجة أسأله لك تضلوا كمية الترندس اللي بقيت تطلع في العالم يعني أنت دلوقتي تدخل على أي حاجة سواء جوجل فيسبوك أو كل مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت وكده فيقولك إيه أنا النهاردة ترند على كذا أنا ترند على كذا وبقى عامل هوس للناس بشكل كبير بالضبط حريك يعني قلت كلمة في الآخر حلوة جدا هوس للناس بشكل كبير الترند عبارة عن حاجة بتثير الجدل بين الناس بمعنى يعني ممكن فيديو صغير تافع جدا يبقى عليه 20-30-40 مليون مشاهدة في ثواني مش في أيام كمان لأن المنصات كبيرة قوي وعليها ناس بالملايين بتغذي ترندس دي فكرة إنه الترند يطلع عايز بس أشرحها لحضرتك الأول إنه إزاي الفيديو ده بيركز على الموضوع ده للأسف الشديد إحنا المنصات التواصل الاجتماعي اللي حوالينا كلها بتركز أو اللغة رتمتها بتركز على الحاجات الهايفة أكتر من الحاجات التعليمية طبعا بمعنى إنه حضرتك دلوقتي جبت فيديو هايف جدا طريقته مش يعني صح ما فهاش أي حاجة بس المنصة عشان تتشاف أكتر الفيديو ده لما يتنشر عليها وشاف الترافيك على الناس على الفيديو ده ساعتها بيمسكوا الفيديو ده بيحطوه في المحتوى الرئيسي في البرنامج نفسه اللي انت عليه فبالتالي بيظهر لكل الناس فكل الناس تشوف إنه دي حاجة ترند فبتدخل عليها بتزود الفيديوهات أكتر أكتر طيب هنا نقطة يعني هنا أنت بتقول لي إنه أي حاجة إذن هي ما بتبقاش خلينا نتفق هي ما بتبقاش ترند في الأول لا ما بتبقاش ترند خالص هي بتبقى حاجة حايفة بتيجي المنصة تلقطها تقول لك الحاجة هلايفة دي أنا هعملها ترند طب عايزة أضيف حضرتك هو ده الصح بس هضيف لحضرتك نقطة هنا هي ليه خلت المنصة تلقط الفيديو ده وما لقاتتش فيديوهات تانين كتير حايفين برضو هقول لحضرتك على حاجة إحنا لوقتي لما نمسك الموبايل قاعدنا نتصفح أو نسوايب أب على أي مواقع تواصل اجتماعي على الريلز أو الشارس فيديو والحاجات دي كلها وقوفك على الفيديو خمس ثواني وفوق أكتر يعني خمس ثواني وأكتر المنصة نفسها أو لغارتماية الأبليكيشن نفسه عارف أن أنت عكبك المحتوى ده فبالتالي تروح من السلالك زيه كمان بيجيلك زيه وفي نفس الوقت بيبقى الأبليكيشن بتاعك كله عبارة عن المحتوى ده وقوفي قد إيه خمس ثواني خمس ثواني وأكتر خمس ثواني وأكتر عشان برضو الناس تبقى عارفة يعني الناس تقولك لا لا أنت أنا بس لا طبعا بتفرج حتى الفرجة حتى الفرجة هي ممكن تساعد في ترند هايف هي بتساعد حقيقة في ترند هايف جدا لأنه كده كده أصلا وقوفيك على الفيديو ده خمس ثواني وأكتر طب خلينا نكون كمان إيه يعني مفيدين للناس يعني أنا الوقتي شفت محتوى وشايف أنه المحتوى ده هايف تمام وعلشان أنا يعني عاقلة أو لكل الناس اللي إيه فبدل ما أنا أشوف بيقول إيه أنا أقلب على طول ما تدلوش خمس ثواني حتى أو لا عشان ما يزنش هي الفترة اللي بين ثانية وخمس ثواني الفترة اللي حريك بتكراري هتتفرجي ولا لا لأنه كلها ستين ثانية أو ثلاثين ثانية عرفت أنك تصفحت آه لغرت مات المنصة نفسها عرفت أنك بتهتم بالموضوع ده فبالتالي بيجيب لك كل حاجة جرابي حضرت كده توقفي خمس ثواني وأكتر على محتويات تعليمية أو محتويات بتفيدك هتلاقي كل المنصة بتاعتك بقت مفيدة جدا وبقت فيها تقدم حلوة أو في الموضوع ده طب خليني أقول لك ناخد مثال كده للناس لو أنا عملت حاجة دلوقتي أنا مسكت كده المج ده بتاع بيت للكل عفوا ورميته على الضيف أوكي ده بقى فيديو ده بقى فيديو ترند ده هيعمل مشاهدة أكتر من الحوار اللي إحنا بنتكلم فيه المحترم هو قريدي عمل مشاهدة أصلا أنا لما هعمله كده أنا خلاص أنا يعني هنا عملته وتزاع الفيديو ده فتزاع فلأول وقت اتزاع هنا في المنطقة بتاعتي بيتحمل إزاي يدينا مثل على الفيديو تفه ده بيحصل فيه تمام بيتنقل بقى إزاي حررتك الفيديو ده الفيديو ده بكل بساطة يعني زي ما قلنا في الأول خلاص إحنا وقفنا على الفيديو خمس ثواني الفيديو اللي حررتك رميت الكوباية علي وعلى الضيف وحكذا خلاص تبقى وقف خمس ثواني أقول لك المزيعة اللي رمت الكوباية على الضيف فبقى هو فيديو بالزبط إحنا بقى هنا اللي بنعمل من الولا شيء شيء بمعنى إن أنا مثلا شخص عندي 3-4 مليون متابع تمام هتكلم عن الفيديو ده بيطلع في عبوره أكتر ده واحد ده واحد ونقطة في بحر ده واحد ونقطة في بحر ده واحد ونقطة في بحر بالزبط فانت تقول شفتوا الفيديو اللي عمل كذا ده اللي بيعمل من الشيء يعني ولولا شيء شيء فبالتالي ده واحد ده نقطة في بحر خلي بالك تاني حاجة والأهم من ده لغرتمات الموضوع المنصة بتختار الحاجات اللي بتصير الجدل بين الناس عشان تظهرها أول حاجة عشان هي اللي تطلع ويقولوا خليني برضو ماشي معاك في هذا المسألة ده بيحصل للناس فيديو تافه أخدوا أحد عنده متابعين كتار تتكلم عليه فالمنصة هنا انتبهت لأنه اللي عنده متابعين كتار دول بالعشر تلاف ولقوا إنه فيه ناس بتعلق هم هنا بقى يعملوا بوست هم هنا يزودوا على طول يزودوا من ناحية إيه حدودة يزودوا بقى عليه المشاهدات يزودوا ده من قبل المنصة بالضبط ده يحصل عليك هم مش بيزودوا على الفيديو مشاهدات هم بياخدوا الفيديو يحطوه في منطقة أعلى أو بيحطوه في السوايبر إن هو الأول ما تعمل سوايب أو تحرك الشاشة الفيديو تاني يجيلك على طول يجيلك على طول فبالتالي بتزيد مشاهدات الطريقة اللي مباشرة أحيانا إنت وإحنا عندنا دول في منطقتنا العربية ما زال عندها يعني بتحاول إن هي تقف على رجليها بتحاول تحسن الأداء بتعمل الاستحقاقات الخاصة بالدولة أمنيا الدولة تقوم برلمانها يقوم أحزابها تقوم وهكذا بيطلع اللي بيهدموا الدول أكيد ويعملوا فيديوهات لهدم الدول اللجان الإلكترونية اللجان دي بقى عايز أعرف إزاي بتبقى منتشرة كده رغم إنها يعني ما عندهاش هذا الكم من الناس اللي منتبهها لي فيه برضو بعض الناس الطيبين يقولك نشوف حيقولوا إيه فأنا عايزك تقول للناس اللي بيقول نشوف حيقولوا إيه دول بيزودوا إزاي قد إيه مشاهداتهم وهم نفسهم بمحتوهم الضعيف ده إزاي بيعملوا الانتشار ده هقول لحضورياتك على حاجة اللي كان الإلكترونية دي عبارة عن أشخاص مسكين حاجات كتير على الإنترنت بمعنى سيرفرات معينة السيرفرات دي هي اللي بتغذي مشاهدات وهمية هي اللي بتعمل ترند على منصات كبيرة جدا لمدة معينة من الأيام مدفوعة الأجر الترندات اللي حضرتك بتشوفيها دي وبتطلع كل شوية 80% من الليجان الإلكترونية دي مدفوعة الأجر بمعنى أنه هم لو خدوا موضوع معين منتشر في الدولة أو منتشر في أي حتة عايزين يعلوا بيدفعوا للسيرفرات دي أو يدفعوا للخوادم دي أن هي تخدم لهم فيوهات فيك حضرتك أي ترندات بتشوفيها 80% منها فعلا بتكون مدفوعة الأجر عفنا لما شوف أقول يا ده شافوا مثلا شاف الفيديو ده مثلا 100 مليون أو كذا ما بيكونوش حقيقين كلهم ما بيكونوش حقيقين خالص بالعكس ممكن دلوقتي أنا أحضرتك نصور فيديو عادي جدا تدخلي تزويدي مشاهداته تدخلي تزويدي عدد المشتركين عدد أي حاجة تشتري ترندات نفسه ده بالنسبة للأشخاص هل هناك دول أيضا بتلعب أنها تدمر دول من خلال السوشال ميديا؟ الدول دي وراها أشخاص بتدمر دول تانية من خلال السوشال ميديا بتشتغل عدد إحنا اللي في إدينا نشوف الأشخاص دي وفي إدينا نملك نفسنا من الموضوع ده نمشيش ورا الفيوهات والأرقام إزاي بقى؟ دينا نصور هقول لحضرتك على حاجة أي رقم دايما ما تؤمنش به لو أنت بتقدم محتوى أو بتشوف حاجة وهمية عندك لازم تتأكد من مصادر الدولة اللي أنت فيها لأنه في دول تانية بتوقع دول تانية زي ما حضرتك قلت عن طريق السيرفرات وعن طريق الحاجات اللي احنا وضحناها للناس هنا ودي كلها حاجات مدفوعة الإنترنت متقدم جدا ومش هنحاسب التقدم التكنولوجي ده على سوء استخدام الآخرين ففي نفس الوقت موضوع الفيوهات والأرقام دي مش عايز حد يصدقها خالص لأن دي حاجات بيكون فيك ومدفوعة يبقى أول حاجة خلاصة نقول إيه إنه عدد المشاهدات أو عدد اللايكات أو عدد الكومنتات والمتابعين ده ممكن يبقى مزيف ده أكيد ممكن يعني أكيد بنسبة 80% بيبقى مزيف وحركة تقدر يتزودي ده بنفسك أنا بقى في مصر أنا مواطنة كده في مصر إزاي أأمن نفسي وأمن بلدي أنا كمان إزاي أحس بالأمان يعني من ناحية إيه بقى لأنه الأمان بحر واسع جدا ما الأمان بحر واسع يعني أحيانا مثلا تلاقي خبر حدثة حوادث في العالم كله على فكرة بزرق ومفيش دولة في العالم مفيهاش حدثة بس أحيانا تلاقي إيه أنت تعيش في مصر مثلا حدثة اتنين تلاتة مالوا السوشيال ميديا وكأن الشارع المصري بقى كده والحياة مش كده بالعكس أنا لسا عندنا أمن وأمان وبننزل وبنطلع ولادنا بيروحوا وبيرجعوا إذن آه في حوادث بس إحنا فوق الميت مليون فلما يكون عندك ست سبعة تمن عشر حوادث مش معقول تختارك السوشيال ميديا وكأن المجتمع المصري تحول إلى ذاك أو المجتمع العربي في حاجات اسمها الريليتيد فيديو أو الفيديوهات المشابهة اللي موجودة أو الأخبار المشابهة صح وانس إن المنصة أو أول ما المنصة تحس إن فيه خبر جابتها فعل كبير عليه وحضرتك واحدة منهم هتقلب لك برضو الأخبار كلها لحوادث فبالتالي تغذي الشهوة يعني حادثة واحدة فيجيب لك ستين حادثة بقى طبعا وده بيبقى عيب من المستخدمي اللي بينشروا الحوادث اليومية عشان خاطر يلحق وراء التريندات أو يلحق وراء الفيديوهات الرائجة اللي موجودة أو الأخبار الرائجة اللي بتظهر في أول حاجة في النيو فيدس فدي مشكلة بإيدينا إحنا حلها فأفنا لو شفت حاجة كده وأنا مش عايزها الحل إيه بقى؟ أعملي تعملي إيه؟ فيه ثلاث نقاط بيبقى في أي الثلاث نقاط دول معتمدين معنا في أي منصة الثلاث نقاط دول هتدوسي عليهم وهتلاقي كلمة اللي هو هايد أو إخفاء المنشور ده أو إخفاء المحتوى المشابه المثيل له هايد أو إخفاء بالظبط ده هيسهل من حاجات كتير جدا أو مايجي ليش أخبار من الشخص ده من الشخص ده بالظبط كده فأنا هعمله إخفاء أو هايد طبعا لأنه هيسهل من حاجات كتير جدا وفي نفس الوقت هتقللي عبور الحاجات دي فطبعا لو كلنا عملنا كده مش يبقى في حاجة اسمها ترندات وهمية أو ترندات تهيفة لا ويبقى أنا عندي صفحة لطيفة طلع لي معلومة لطيفة طلع لي حد بيقول رأيي كويس يطلع لي حاجة بتبقاش صفحة على بال وتخلص من كل الحاجات بس بيني وبيني كأستاذ شفك هقولك على حاجة أنا واحد من الناس أنا ضد إن أنا أقدم محتوى تعليمي دايما لا أنا واحد ثالث قوي بحب أوضح للناس إزاي يقدموا محتوى كويس بمعنى لوقتي المحتوى المفيد يظهر إزاي عايزينه يظهر بشكل لطيف لازم يكون في حس فكاه برضو في الموضوع لازم برضو في نفس الوقت طبعا أنت بتكلفنا على صناعة المحتوى الجذاب بالضبط فأنا لازم أشتغل بالذات على السوشيال ميديا على صناعة للمحتوى بجاذبية لا إنك صغير من الناس هو زي الحوار اللي بيني وما بينك هو حوار لطيف علشان إحنا بنكلم الناس في البيوت وعايزينهم هما يكونوا قاربين إيه أكتر الأبس أو أكتر المواقع أو أكتر يعني كل الأبليكيشنز اللي بنستعملها آمنة في التحدث وفي الصور وفي الخصوصية ما فيش نظام تشغيل آمن بنسبة 100% ما فيش بالتالي ما بيكونش فيه أبليكيشن آمن بنسبة 100% وأكتر أبليكيشن آمن بنسبة 100% هو الأبليكيشن اللي بينزل على موبايلك من غير ما ياخد أي إذن عندك ديني أمثلة أو مثلا يقول لك إيه مثلا دلوقتي التطبيقات اللي إحنا بنستعملها دلوقتي أنا مش عايز أقول طبعا أسامي عشان الدعاية والإعلان والكلام ده طبعا بس هي فكرة التطبيقات اللي إحنا بيستخدمها دلوقتي أغلبها بيكونوا واخدين أذونات كتير صح إحنا مفيش تطبيق دلوقتي ما بياخدش أذونات مننا نعمل إيه نقفل الأذونات كلها ونستخدمها عند الاستخدام بس دلوقتي صورت بتطبيق معين أو شات معين أو كده أه ما سبوش مفتوح تدي له الأذن وتقفليه أنا بعمل كده أنا أقولك أنت عايزني طبعا تسمح بأنك ومن خلالك تستعمل التطبيق ده بالظبط مرة ولا على طول قلو مرة مرة وغير أنه مرة كمان في أجهزة ما بتطلبش منك اللي هي مرة أو على طول لا اقفليها وقت ما تشغليها ترجعي تقفليها تاني بكل بساطة وأنا من خلال برضو برنامجكم الكريم بناشد أي حد مهم في أي مجال كبير جدا عنده تطبيقات تواصل اجتماعي بنصحه أنه يقفل أي إذن بياخده لأنه أنت 24 ساعة في إيد غيرك مفتوح في إيد غيرك خرفيا طب في تطبيقات لما تقولك يعني أنت بتبعك للشخص اللي أنت عايز تتكلم معاه بأنه تبقى التواصل ما بينكو سري يقولك انتو انت اللي هو تشفير دي برضو أمنة هي دي أمنة من حيث الأشخاص العاديين ما بيقدروش يدخلوا ويقتحموا اللي هو الشاتات أو السيرفر اللي بينكو بينه ومتشفر بس هي مش معنى كده يعني أنا عملت قبل كده تجربة عملية خطيرة جدا الموبايلين اللي قدام حضرتك دول دلوقتي موبايل فيهم كله ميرور على الموبايل التاني والموبايل الأولاني ما فيهوش أي تطبيق حرفيا حتى لو جبتي حد من الـ IT بمعنى تطبيق ده مخفي ما هو مش هقدر يطلعوا لأني أنا اللي خفي بإيدي فبالتالي واخد إذني من كل حاجة وشايف كل حاجة حتى شات الواتساب حتى شات التواصل الاجتماعي وأي أن كان إيه الشاتات دي كلها محمية بس بطريقة صغيرة أنا اللي بوصت الموضوع ده كله ليه؟ لأنه فيه ناس كتير قوي بتمشي وراء أهواءها بتدخل على لينكات بتنزل برامج فيه ناس يقولك نزلي مثلا تطبيق الدهبي مش عارف إيه لي بيديك مميزات عدم ظهور ومش عارف إيه حاجات طبعا دي كلها فتر ولازم ناخد بالنا منها لأن المواضيع دي كبيرة آخر كلمة إزاي الناس تأمن وما يبقاش فيه اختراقات قد ما يقدرون أول حاجة ما تدسوش على لينكات وهمية ما تدخلوش بياناتكم في أي حاجة دايما خلوا بالكم من التطبيقات البديلة اللي خارج المتاجر الرئيسية بتاعتكم بمعنى فيه تطبيقات بتديك ميزات وهمية أو ميزات أنت بتستخدمها فعلا التطبيقات اللي تدبع بها الشركات اللي انت عارفها اللي لها مصادر معروفة بالضبط التطبيقات دي شخص زي وزي حضراتك هو اللي معدل في الأكواد بتاعها وكل حاجة عنده فبالتالي خليك مع التطبيقات الرئيسية حتى التطبيقات الرئيسية برضو الأزونات دي لازم تقفلها أول بول دايما تخلي تطبيق حماية معروف جدا عندك تطبيقات أنا دايما باستخدمها ومعروفة في نفس الوقت لازم تشاك على موبايلك أول بول من حيث انه انت لو وديته لحد الثلاث ثواني أو الأربع ثواني اللي مسيكون فيه ممكن ينزل فيه حاجات مخفية فبالتالي اللي هتمنعها من الكلام ده تطبيقات الحماية الوصفة السحرية ان انا اعمل ترند بحاجة تسعد الناس أو حاجة تفيد الناس في البيوت أو حاجة تعلينا في العالم العربي ايه الوصفة السحرية؟ الوصفة السحرية ان اول حاجة الفيديو لازم يكون بيتكلم عن حاجة مفيدة زي ما حضرتك قلت تاني حاجة لازم عنوان الفيديو يكون صادق بنسبة 100% على محتوى الفيديو بمعنى انه فيه ناس تقولك ادخل شوف اكبر خمس خطوات لتسريع الموبايل تدخش يتلاقي حاجة تانية فده غلط الصدق الموضوعية والجاذبية العنوان يكون جذاب كاتشي زي ما بيقولون ايه كاتشي كاتشي طوبيك اللي هو اكتر تلاتة افضل حاجة افضل خمسة لازم يكون فيه قصة دايرة دايرة في الموضوع بحيث ان المتابعة يدخل يشوف الخمس خطوات اللي هتفيدو التلات خطوات اللي هتفيدو تالت حاجة فيه حاجة اسمها الثامب نيل او الصورة الخارجية اللي بتبقى موجودة في الفيديو مثلا اكتر خمس حاجات اللي الخمسة ما عليش عفوا ان الخمسة انا بقولها اكتر خمس حاجات الخمسة دي مثلا الصورة دي اسمها الثامب نيل الصورة دي على قد ما تصرفي وقت في الفيديو كبير لازم تصير في وقت برضو في الصورة دي لأن الصورة دي هي اللي بتحرك المنصة وعبرها فالصورة مؤسرة وتعمل مليون مليون تعليق الناس ممكن تخفر لك في الصورة مش مهم لو الصورة متسعورة بموبايل بس عمرها ما تخفر لك في الصوت لازم يكون هاي كوالتي جدا لأنه برضو المنصة بتختار الصوت أول قبل الصورة بحيث أن الصوت هو اللي هيسمعه فإذا أنت بتكلم الصوت الصورة المحتوى العنوان الجاذبين عارف من كلامك بحيث أنه الناس لازم تعرف أنه في مراية على كل دولة مراية كده طبعا فإحنا نشوف الشعب ده طيب وآمن ومستقر وبيعمر وبيبني تعالوا نجننه في الاتجاه ده فنعمل حاجات ونغذي لجان كبير طبعا الموضوع ده طبعا عايز له حلقات نتكلم إزاي توضحات اللي جان دي بتعمل إيه بحيث أن هي ممكن تستخدم توبيك معين أو حاجة معينة تحطها في حاجة تانية أو فيديو تاني فيك تطلع ترند والترند ده يبقى شائعة فتيجي الجهة المعنية طبعا بنوعي الناس أنه هما الفرق بين ده وده والجهة المعنية توضح الشائعة من الحقيقة وهكذا آخر حاجة لكل ناسنا موبايلاتنا نقفلها وهي جنبنا ولا نسيبها مفتوحة هقول لحضرتك على حاجة حلوة السؤال ده مش حضرتك وانت قاعدة دلوقتي ممكن لو قلنا كلمة غسالة خمس مرات تخرجي برا تلاقي الغسالة موجودة اه ايه اللي بيحصل مية في المية دلوقتي وإحنا قاعدين مع بعض هنروح بيوتنا هنلاقيين عند بعض people you may know او احنا عند بعض ليه ده بسبب ان الطبيق واخد إذن للوكيشن فبالتالي احنا جمعنا اللوكيشن هنا في خمسة كيلو أو خمسة متر هل واخد إذن من سيري بأصواتنا سيري مالوش دعوة خالص هو واخد إذن من المايك بأصواتنا 24 ساعة فبالتالي عن طريق الزكاء الاصطناعي اللغراتمات الموجودة فقد انا حلاقي بقى أنا وانت والمخرج والسطوف كلنا عندنا الغسالة ياولاد حلاقيها على موبايل حضرتك قلت ايه دلوقتي غسالة اللغراتمات البرنامج البرامج اللي عندنا كلها ولغراتمات الزكاء الاصطناعي اللي موجود طب الحل ايه اقفل الموبايل وانا ما تكلم ما تقفلوش خالص خليش اتغالوا استعمالي التكنولوجيا عادي جدا ايه فرد انا عايزة يعني في حاجات مش عايزة عايزة تكلم فيها في حاجتين هتعمليها اه تطبيقين هو انا مش اقول اسمها هون بس انا هقول مفهومهم اللي تجيبلك التطبيقات دي حاجة اسمها مايك بلوك وكاميرا بلوك تمام المايك بلوك ده بيقفلك المايك من كل التطبيقات اللي موجودة عندك بمعنى مش هياخد اي اذن موجود فبالتالي مش هيسمع كلامك 4 ساعة فالمايك فين ده بلق اه ده تطبيق اه في المتجر تطبيق في المتجر اسمه مايك بلوك مايك بلوك فانا ادخل انازله في اللي كون هو ده وصف التطبيق هتلاقيه اول حاجة بعد كنت نزله ده معروف والتطبيق التاني اسمه كاميرا بلوك بيدي وده معناها ايه دم يعني ان انا بخي ما حدش بص علي بيك على الكاميرا عارفة زمان كنا بنحط لازق على اللاب توب او في ناس ما زالوا بيعملوا كمان عارف الاقمن ايه يعني مهندس احمد طارق الاقمن ان احنا ننتبه والاقمن ان احنا ناخد بالنا احنا بنخدم ايه وبنقول ايه ونحارب بالمحتوى الجاي بالجذاب لطيف اللي يعمر اللي يبني اللي يخليني كمان سعيدة بالضبط يعني خبير بجد نظم المعلومات والتكنولوجيا انا بشكرك شكرا جزيلا وانس احمد طارق نورتنا في بيكي الكل شكرا في ظل هيمنة شبكات التواصل الاجتماعي على الحياة اليومية للمواطنين واعتمادها للاطلاع على اخر المعلومات تنتشر الكثير من الموضوعات غير اللائقة عبر بعض الصفحات التي تتبنى المحتويات الهابطة والتي تصل الى المستخدمين من مختلف الاعمار وخاصة الاطفال ما يترك اثارا سلبية عليهم كثير من هذه الوسائل يعني بدلا من ان تكون نعمة نستفيد منها في الاتصال والتواصل وبث روح الهوية الوطنية بالمجتمع اصبحت وسيلة للفرقة وسيلة للجساب والشتم ونشر الفضائح وغيرها ومع سهولة انشاء الصفحات وحرية النشر نشطت شخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر مقاطع فيديو لا تناسب الذوق العام وهو ما يجده اكاديميون سوء استخدام لحرية التعبير وتشويها بصورة البلد في الخارج بديوهات لا اخلاقية بديوهات تسهيل المرأة العراقية تسهيل الشاب العراقي تسهيل المجتمع العراقي بشكل كامل والظاهرة بدت تستفحل غياب الرقابة على هذه الصفحات احد الاسباب التي اسهمت بزيادة انتشارها هيئة الاعلام والاتصالات تقول انها تراقب النشر الالكتروني وتتخذ اجراءات قانونية بحق المؤسسات الاعلامية والافراد الذين يخالفون معاييرها الا ان السيطرة عليها امر صعب في ظل العدد الهائل للصفحات هيئة الاعلام والاتصالات باعتبارها الجهة المنظمة لقطاعات الاعلام والاتصالات في البلاد تتابع قضايا عديدة في وسائل الاعلام سواء كانت المرئية والمسموعة وحتى مواقع التواصل الاجتماعي بل هيئة تعتمد بصورة تامة على مدونة كتبت بشكل مهني وقانوني على ايدي مختصين في الهيئة وخارجها وهي لائحة قواعد البث الاعلامي وهذه اللائحة تتضمن العديد من البنود التي تنظم الخطاب الاعلامي وبضمنها مواد تخص اللياقة العامة وآداب المجتمع مواقع التواصل الاجتماعي وفرت فضاء واسعا لحرية الرأي والتعبير الا ان سوء الاستخدام حولها من نعمة الى نقمة ويبقى دور الجهة الرقابية اساسيا في القضاء على السلبيات لبرنامج بيت الكل محمد جبار بغداد اهلا وسهلا بكم مشاهدي ومتابعي برنامجنا العربي بيت للكل واحنا نتواصل حول محور حلقتنا لهذا اليوم اللي يتناول مواقع التواصل الاجتماعي والسوشال ميديا اللي تشغل كل بلداننا العربية حقيقا ضمننا الضيف الاعلامي حيدر ناشي ضيف عزيز في برنامج بيت للكل نتحدث بيدق التفاصيل وما نحتاج اليوم في قضية صناعة المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي الساد حيدر نورنا وحياك الله حبيبي الله يخليك وسلمك الساد أحمد الله يخليك تحية لك تحية طيب لكل جمهورك ومشاهديك في البلدان العربية أجمع خصوصا شعبنا العراقي وشعبنا في الأردن ومصر وفلسطين حياك الله وحيا الله العراقية وحيا الله البيت للكل نورتنا حقيقي حقيقة اليوم محور جدا مهم من تلك ملاحظات ومواخذات كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة عامة مواقع التواصل الاجتماعي اللي غزتنا حقيقة بعد 2003 وهذه السنوات 2004 و 5 و 6 صارت هذه قوة لمواقع التواصل الاجتماعي وبدأ باستهداث مواقع كثيرة شن النظرة العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي برايك الخاص شكرا جزيلا مرة ثانية ساد أحمد بالبدأ خلن نبدي للمراحل العمرية خلن نبدي للكبار السن صار للأسف يعني الكثير منهم أصبحتهم هوس النشر وعلاقاتهم حكمت مع الآخرين مع أصدقائهم عبر السوشال ميديا يعني ليش ما علقت لي ليش ما أبديت رأيي أنا اللي بارحة أبديت رأيي طرحت رأيي أنت ليش ما أخذت كأنما صار هو حياته محور حياته وعلاقاته وطبيعة علاقاته هي طروحاته على السوشال ميديا وأرأة وكأنما أرأة ملزمة للآخرين ويجب الأخذ بها هذا إذا كان كبار السن يعني بمستوى آبائنا ومستوى أخواننا الكبار بهذا المستوى وهذا التفكير أنه علاقاتهم تحكمها السوشال ميديا ومنشوراتهم وآراءهم ويبدونها وكأنما يريدون من الآخرين يعلقون ويبدون رأيهم ويوافقونهم كأنما آراءهم ملزمة كيف الشباب ينظرون لهم إذا كان الكبار بالسن هذا تصرفهم وهي سلوكياتهم للأسف فتمثلوا بهم وكذلك طلعوا عن هذا الخط بأكثر من طروحات غريبة على مجتمعاتنا العربية وتقاليدنا بطروحات تحت مسمى القش قبل الطروحات نعم 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 مواقع التواصل الاجتماعي اليوم فقدتنا العلاقات الاجتماعية الحميمية حتى في العياد والمناسبات صحيح قمنا حتى العائلة الوحدة يمكن إذا أخ بالغرفة اللي فوق هو يديزمسج إذا احتات شغلة من الطابق الأرضي صحيح فقدنا علاقاتنا الاجتماعية بسبب مواقع التواصل الاجتماعي والدليل إنه الوتقيس يعني إشقد العدد الساعات اللي يقضيها المواطن العربي أن نقول المواطن العربي بالسوشال ميديا حتى بأوقات عمله اللي المطلوب إنه يخدم الناس سواء كان في وظيفة مدنية أو وظيفة بالدولة يترك وظيفة اللي بالدولة ويترك معاملات الناس ويترك كذا هو ظل يتصبح وينشر وكذا ويبدأ آراء بالسوشال ميديا فحتى هنا أصبحت تخسير بالدوام أصبحت تخسير في البيت أصبحت تخسير بالأسرة تجاه أطفالها بالتربية وبغيرها فحصل الانهيار الانهيار الاجتماعي حقيقة يعني حصل نوع ما أقول الانهيار كام نوع من الانهيار في بعض الأسر وكثير من الأسر أنه أصبحت فاقدة عن السيطرة الأب فاقد السيطرة على أبناءه More고 بسبب أنه هو في بادئ الأمر. انشغل عن أنه يراقب أبناء أو بناته يراقب تصرفتهم فأصبحت هؤلاء الشباب هذا الجيل بكثير من المعطيات بكثير من التطورات بكثير من الأشياء الدخيلة زين هذا يخليني شين المحددات اللي تخلي مثلا الطفل أو الشاب أو المراهق يتابع مواقع التواصل الاجتماعي أو يتابع محتوى معين هل من الممكن أصدار محتويات تناسب الأعمار وهل ممكن السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كان طفل بيدي آيباد ويتصفح رح أقدر أسيطر عليه وأخلي ما يتصفح مواقع مريضة يشوفها ممكن يسمم أفكاره نحن بالبداية لازم نبدأ أنه كيف ننخلي هذا الولد أو الطفل أو الصبي يبتعد عن المواقع المسيئة لازم تبدأ أولا بالأسرة بالأسرة الأب والأم مراقبتهم متابعتهم وإفهام الطفل وإفهام الصبي إفهام سوء استخدام هذه المواقع وكيفية تأثيرها على شخصيته إفهامه يعني محاولة النزول إلى عقله ليس التعامل بطريقة فوقية هذا هو واحد الثاني شيء المدرسة لها دور مهم جدا المعلم والمدرس لها دور مهم جدا في توعية الطلبة على الابتعاد عن المواقع المسيئة هنا لازم طرق طرائق التدريس تدغير وتكون المدرس والمعلم يكون قريب جدا من الطالب يحتوي ويفهمه لأننا لا يعد أن المدرس أو المعلم يأتي بالسطوة الأبوية والسلطة سلطة المعلم والضرب والصراخ والصيح ما عادت حاليا لديك قضية أهم بأن الزمن الأخير وقت كورونا خلّه التعليم الإلكتروني أصبح كأنما مضوب وكأنما رسمي لكن لأن تعليم الإلكتروني يعني لفترة معينة أما العودة إلى كأنما نوضي نواكب التطور لا إحنا هناك أشياء لازم نرجع حضوريين بالحضوري فأكمل لك هذه النقطة للمدرسة بالإضافة إلى ذلك أنه صانع المحتوى نفسه المجتمع المجتمع نفسه المفتوض على المجتمع أن يحارب يحارب الطروحات يحارب صاحب الطروحات السيئة والمسيئة أذكر قبل أيام أنه أحد المسيئات في مواقع التواصل الاجتماعي تجي المقهى الثقافي وأكمن يستقبلها حقيقة وهي سيئة مع جل الإحترام للمستمع أحد الإعلاميين المعروفين قرتها من المكان هذا قرتها من المكان وقال طلعي أنت ما تمثلين أنت صورة سيئة أن أنا مهنت الإعلام أخاف على سمعتها أخاف عليها فبعدها عن المكان الذي كان ملتقا للمتحفين أنا أسألي بهذا الجانب البعض يقول لك ممكن هاي صفحتي الخاصة اليوم نعم وممكن أعبر عن رأيي ما يعجبك لا تدخل صفحتي لا تصفح طبعا أنا ما أصفح لكن أنت صفحتك العامة إذا نشرت منشور موسيق فهي من اسمها الصفحة العامة الصفحة العامة إذن أنت نشرتها إلى العامة مول الخصوصية مول الخصوصية أنت تصرفاتك أسلوكاتك الشخصية بينك وبين نفسك بينك وبين صديق مقرب إليك مرتضة تصرفاتك هذا شأنك الخاص على أنه لا يؤذي الذوق العام لكن أنه تدخل الصفحة العامة مالتك وتنشر محتواك السيئ وتحاول أن تقول هاي خصوصي وتشك نظري لا شأنك اليوم بهوس بالعراق نقول مصطلح الطشة بلدان العربية ممكن نقول إليه ترند الترند السيئ طبعا ما نحكي الإجابة نعم 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 نحكي نحكي سلطة الضوء على الجوانب السلبية سلبية يعني أكو جانب إيجابي ومضيء لكن ما نشاهد اليوم السيئ دائما يعم بمواقع التواصل الاجتماعي الطشة صاد أحمد يعني للأسف للأسف الشديد يعني صار الناس أتهوس إنه كيف أشتهر الشهرة صار مشهور مشهور على حساب أي شيء يا أخي أنت صير مشهور أوكي بس أطرح محتوى جيد يعني كثير من المشاهير المشاهير الكون كلهم هم يطرحون محتوى جيد الممثلين يطرحون محتوى جيد المخرجين يطرحون محتوى جيد الممثلين المطربين يطرحون محتوى جيد الإعلاميين كذلك كل المشاهير الكون هم أصحاب محتوى جيد هو شهرة أو شهيرة شهيرة الظاهر شهيرة مصحي فضيحة فأنت تريد تشتهر أطرح بالمحتوى الجيد اشتهر بالمحتوى الجيد وتطرح وعلم الناس فترة أصبر مو بالبداية يعني لا تتسرع طلب الشهرة أصبر فترة انضج خلي الناس تعرفك أتعب على نفسك طور محتوىك سيد حيدر البعض اللي يستخدم قضية يوصل للشهرة والتريند وهو دون محتوى دون ثقافة عامة على أي أساس أوصل للشهرة ما يمتلك مقومات ما عندي مضمون لا يمتلك مقومات والأسف لا يمتلك مقومات للشهرة ولا يمتلك مقومات تقديم محتوى لذلك يذهب إلى المحتوى السيء حتى يروج النفسه ما عنده محتوى لكن أنا أريد أن أسأله هذا السؤال أنت أو أنت صاحب المحتوى السيء في يوم من الأيام أنت سترتبط ستتزوج لو كنت أنت عازب في الفترة الحالية وأكثرهم أنا حسب أنه شباب بعضهم سترتبط كيف راح تكون قدوة لابنك لابنك من تشوف محتوىك السيء في يوم من الأيام يطلع يقول ما تخجر قدام ابنك قدام بنتك أنه أنت قدمت محتوى فضائحي ومحتوى محيب أعتقد بأن لصناع المحتوى السيء هناك للتاريخ لسان طويل سوف يسجل كل ما تخدمه بعد فترة مثل ما ذكرت خذرتك بعد فترة ستحاسب ستحاسب نعم وسيندم سيحاسب كل من يطرح محتوى سيء سيحاسب من أبناء من أبناء جيل من أبناء أخيه من أبناء عائلته حينما يكبر بالسن وينضج عمرا وسن وتجربة سيعرف قيمة الندم ماذا نحتاج اليوم للسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي نحتاج طروحات طروحات جادة من كل الخائفين على البنية الاجتماعية طروحات إيجابية ونبذ للسلبية لا نشاهد محتوياتهم الموضوع لهذه قضية المشاهدات نحاول أنه نمنحهم هذا المحتوي نروح نشاهد محتوهم ونمنحهم الوجود لأن إذا شاهدناهم نحن كثرنا نسبة المشاهدات إجاههم ما المقابل ذلك طبعا إجاههم حتى لو كان نقتهم تبروا نفسهم أنهم غيروا فلا نريد أن نمنحهم هذا الشرف الشرف المشاهدة طبعا ولا نهملهم ونبذي بالطروحات الإيجابية هل نحتاج للرقابة الحقيقية من الجهات المعنية بالحد من قضية تصدير المحتوى السيء هذا السلاح ذو حدين أستاذ أحمد وخصوصا في البلدان العربية بعض الأحياني قلت لك هذه السلاح تقييد حريات وأحيانا يستثمر في بعض البلدان العربية مع جلل احترق يستثمر لتقييد الحرية تقييد الحرية أي قانون حاليا يظهر إلا تقييدها أنا أقول لك سيستثمر من هذه الحكومة أو تلك حقيقة نحن إعلام ولازم نكون واقعيين لن نجامل ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى رقابة اجتماعية رقابة اجتماعية ولا رقابة حكومية نحتاج الور المثقف العراق دور المثقف العربي بشكل عام دور المثقف العربي نحتاج لدور المدرسة نحتاج لتوعية الأب والأم نحتاج إلى أنه ماهو يصفنون وان поставهم ماهو يصفنون وان 보통 يسترجعون ويمكنون يقولون كيف كنا نعايشين سابقين كيف كانوا أبهاتنا وأمهاتنا كيف كانوا هذا نوعا ما خل قطرة من الخجل في محاسبة الذات إن شاء الله طبعا الأستاذ الإعلامي حيدر ناشي شكرا إليك ولكل هذه المعلومات القيمة والحديث الممتع حول مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة ما يشغل الشارع العربي والعالم بسبب ما يصدر من محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي لديها من بعض طويل من التاريخ شكرا إليك ونورتنا في برنامج بيت للكل شكرا جزيلا حبيب أستاذ أحمد شكرا إليك وشكرا لكادر البرنامج وشكرا لكل من تابعنا وشكرا جزيلا نورتنا شكرا إليك إذا مشاهدينا هذه عودة إلى زملائي لإكمال حلقة وفقرات برنامج بيت للكل مشاهدينا مكملين معكم في بيت للكل وهي الحلقة الاستثناء والمتحدث فيها عن منصات التواصل الاجتماعي وكيف نحمي أنفسنا وأطفالنا وعائلاتنا من المحتوى وكيف نصل إلى المحتوى الثمين فيها بعد ما خلصوا زملائي فقراتهم اللي تحدثت عن هذا الموضوع حبنا شوي من فلسطين أنه تكون فقرتنا مخصصة لنحكي عن أمن المعلومات خاصة في شهر التوعية بالأمن السبراني عشان هيك خلونا وإياكم نستضيف الأستاذ المساعد في قسم الأمن السبراني في جامعة الاستقلال الأستاذ وحيب أبو عبا أسعد الله أوقاتك في كل الخير أستاذ وحيب أهلين أسعد الله أوقاتكم وشكرا لكم للاستضافة أكيد موضوع الأمن السبراني موضوع بشغل بالي الكثير من مؤسسات والجهات واليوم كمان الأفراد للحفاظ على خصوصيتهم ولا منع الجريمة الإلكترونية إذا نقدر نحكي يعني إنها توقع فيهم أو إنهم يتعرضوا لها ما أهمية الأمن السبراني للمستخدم العربي ولشبكات التواصل الاجتماعي في العالم العربي سؤال وجيه الأمن السبراني هو علم جديد ظهر تقريبا في العشر سنوات السابقة كان اسمه سابقا بيسموه أمن المعلومات هل لا صار فيه مصطلع جديد اسمه الأمن السبراني أو السابة السيكورتي مهم جدا أنه إحنا نلف الفرق بينهم أول شيء قبل ما ننتقل للحديث عن الشبكات الاجتماعية أمن المعلومات هو الأمن اللي بيهتم في حماية البيانات الشخصية الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات الاجتماعية وملصات الإلكترونية فيه ثالوث إحنا بسميه الثالوث الأمني عادة في أمن المعلومات اللي هو اختصاره CIA اللي هو confidentiality سرية المعلومات integrity تكامل المعلومات و availability وفرة المعلومات الإخلال بأحد هدول الأعمدة خبني حكي أول مبادئ ما بقدر أقول عن حالي بعد هيك أنه أنا عندي أمن المعلومات لازم يجتمعوا ثلاث مبادئ مع بعض سرية المعلومات زي ما هو معروف أنه أنا بدي أحفظ بشكل يعني مبسط للفكرة أنه بدي أحفظ بيانات الشخصية من أي اختراق تكامل المعلومات بدي أحافظ على جودة المعلومات وأضمن أنه ما يتغيروا يعني إذا كان عندي قواعد بيانات database إلى آخره وفرة المعلومات أو البيانات إذا أنا أخليت بشرط وفرة المعلومات يعني أنا أجيت بدي أحصل على معلومة معينة أو من خلال موقع إلكتروني معين وما قدرت أوصل له معناته أنا ما صار عندي متاح الـ availability راحت من فكرة المبادئ أمن المعلومات الآن لو نروح الأمن السبراني الأمن السبراني هو الأمن اللي بيهتم في حماية الشبكات والأنظمة من الإختراق للمعلومات اللي أنا مخزنها يعني هو متكامل مع أمن المعلومات إيشي أوسع؟ إيشي أوسع بلتقوا همه صحيح مع بعض وبيختلفوا بنقاط ولكن الأمن السبراني أوسع من أمن المعلومات لازم إحنا في هذا المجال وقبل أن نتقل للجال بالتقني لازم أنا يكون عندي توعي إحنا بشهر التوعي بالأمن السبراني عالميا اللي هو سابة سيكوريتي أورنس منث هو بيكون بشهر عشرة من كل سنة بيكون فيه أنشطة مختلفة يعني بتنظمها الجهات الحكومية الجهات الخاصة الجامعات من أجل رفع مستوى الوعي بالأمن السبراني أداش أهمية هذا الموضوع؟ مهم كثير لأنه إحنا حياتنا أصبحت عبارة عن واتس أب وفيسبوك للأسف يعني ما تتخيلي أنه ممكن يكون مهم لدرجة 80% من حياتنا لأنه إحنا بنأخذ معلومتنا بنأخذ الأخبار بتاعتنا الأفراح الأزياد كل إشي بحياتنا اجتماعي صار إلكتروني ممكن يكون فيه ناس أميين ما بيعرفوا يقرأوا ويكتبوا بس بيشتغلوا على وسائل التواصل الاجتماعي فإليك تتخيلي قديش هو مهم في هذا الجانب تكمن أهميته في أنه لازم يكون عندي أنا وعي علشان ما أصير أنا ضحية من ضحايا الإختراق أو ضحية من ضحايا الجرائم الإلكترونية زي ما متعرفة اللي هي السابر كرايمز فالتوعية بتكون سلوكية على مستوى الأسرة على مستوى المجتمع وبتكون تقنياً فإحنا بدنا نحكي من جانبين بهذا المجال خاصة في زيد فضلك من ناحية توعية لازم أنا كأسرة مثلاً أنا رب أسرة لازم إني أواعي أهلي أهل بيتي لأنهم هم هدول بدون موعه وغيرهم التوعية بتكون كالآتي لازم أنا أعمل سيناريوهات لأطفالي أنه تعال مثلاً على سبيل المثال بابا أنت معك جهاز إلكتروني شابك فيه عن نت أو معك تابلت بأعمل له سيناريوهات أنه فلان مثلاً بجيب له قصص سيناريوهات على شكل قصص والله فلان صار ضحية لجريم الإلكتروني نتيجة أنه كان استخدامه لوسائل التصوى التواصل الاجتماعي مش على النحو السليم أو أنه إذا حدا ابتزك إذا حدا هددك صحيح الابتزاز أو مثلاً الضغط على روابط إحنا بزمن هلا التوعية اللازم يسويها لأطفالنا وحتى مش لأطفالنا كمان إحنا لدينا فئة اليوم في فلسطين كبار السن كبار السن اللي هم من جديد بدون بلشوا يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك أو الواتس أب فلازم أعملهم برضو سيناريوهات لازم أوعيهم أنه هذا الرابط بيفتح لي ثغرة في الشبكة تعطي إذا أنا كنت شابك على شبكة منزلية أو شبكة شركة بيفتح لي ثغرة وبيكشف إيميلات زملائي في العمل إذا كنت أنا أصلاً في موجود في العمل أستاذ بس بهذه النقطة يعني اليوم ليش يعني منحكي عن أنه الإنترنت أصبح ساحة للاختراق بالمعلومات وكمان ليش المواطن العربي بالذات هالأدب مخترق هالقلة واعي جهل عدم معرفة الاستخدام الصحيح كمان لفكرة الإنترنت نعم الوسائل للتواصل الاجتماعي أو الإنترنت صار متاح بشكل شبه مجاني للناس وحتى في الأماكن العامة كثير شبكات بتكون متاحة فري هاي نقطة نقطة تانية الأجهزة السمارت فونز أو الأجهزة الحديثة اللي صارت في المتناول يعني صار أي واحد بيجي بمبلغ مش كبير بيحصل على جهاز فأنا شبكت على الإنترنت والإنترنت هو يعني ساحة مش إحنا واني بنشتري وممبيع هو أحسن بيرفكت فينيو زي ما حكى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون إنه هو ساحة بيرفكت في إنه الجريم الإلكتروني تم فقلة وعي أيضا عدم الالتزام بوسائل تكنولوجية في حماية البيانات إنترنت مجاني وأجهزة في المتناول هذول الأربع شغلات هم اللي خلوا الإختراقات والجرام الإلكتروني تزيد وإنك تصير ضحية صار أسهل بكثير وفي نقطة بدي أركز عليها الإنترنت أعطى خاصية الألانومس يعني إخفاء الهوية الآن بيتحدثوا قاعدين في الأمن السبراني عن علم النفس السبراني يعني أنا بدي أحكي في الأمن السبراني من جانب علم النفس لأنه إحنا طبعنا بنحاول لما نعمل شغلة نخفي هويتنا إذا كانت الشغلة هاي مش كويسة مضرة الإنترنت هو أعطى جو متكامل لإخفاء الهوية للجريمة للجريمة نهتم ويهي بتخلف عن الجريمة العادية اللي هي الفيزيكال كرايم الفيزيكال كرايم أحيانا بكون فيه يعني بصمات نسبة اكتشافها عالي جدا بس في الجريمة الإلكترونية وهمي وهمي بتخفي هويتك بكل بساطة ممكن أي واحد يمسك كتاب بسيط بيسموه سكريبت كيدي أو بيسموه اختراق الأطفال اللي هو أنت بتمسك كتاب بتقرأي كيف أسوي كذا كذا ممكن في أول مرة تصبط معاك بس هذا ما بتم في الجريمة اللحق الحقيقية رسالتك الأخيرة أستاذ وحيب أنا رسالتي الأخيرة يجب أنه نهتم في التوعية النوعي أطفالنا أطفالنا إحنا وإحنا أطفال ما كان عندنا وسائل تكنولوجية متاحة زي هلا هلا الطفل عماله بعمر ست ستين وسبع ستين بيشتغل أحيانا تكنولوجيا أحسن من والده فالتوعية بتشمل الأهل أولا الأهل مجرد ما تواعبهم ينقلوا هاي التوعية أو هاي الصورة لأبنعهم وكمان في مسئولية مجتمعية على الدولة إنه إنشاء منظومة أمن سبراني متكاملة بتشمل المدارس داخل منهاج الأمن السبراني في المدارس بتشمل شغلات كثيرة بروشورز ندوات مؤتمرات بتشمل معسكرات مصطلح جديد معسكر الأمن السبراني للأطفال أو بيشمل مثلا سيارات متنقلة جوب أرجاء الوطن توزع بروشورات وتعمل ندوات بشكل يومي لكبار السن لكل فئات المجتمع كل شكر إلك دكتور وهيب كنت معنا في هذه الحلقة من بيت للكل نتمنى بالفعل إنه رسالتك توصل لكل بيت في الوطن العربي من بيت للكل عشان الإنترنت أصبح جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية ودخل في جميع مجالات حياتنا في أكلنا، ملبسنا، مشربنا، وحياتنا وتواصلنا واليوم بدنا نحمي أطفالنا من كل الجرائم الإلكترونية من التسلط، من الإبتزاز، من التهديد، من التنمر، والعديد من الأمراض الخطيرة اللي نشأت أيضا مع نشوء وسائل التواصل الاجتماعي وتدخلها المبالغ في حياتنا عشان هيك لازم دائما يكون عندنا الوعي الكافي واللازم لنحمي أنفسنا ونحمي عائلاتنا في الوطن العربي مني من فلسطين وأيضا من مصر ومن العراق ومن الأردن كل التحية مشاهدي بيتنا الكل نصل إلى ختام هذه الحلقة في أمان الله